بكرة بقى إن شاء الله مباراة مصر والجزائر تسعى مساء في الدوحة تعرفين مباراة هتحدد مين اللي حيصعد أول ومين اللي حيصعد تاني منتخب مصر ضمن الصعود ومنتخب الجزائر ضمن الصعود بس الاتنين بقوا متساويين في كل حاجة تطابق كامل بين الأوت والأجار وكل حاجة لو حسبت لهم بالأوت والكورنر صحيح هتلاقيهم متساوي فبالتالي مباراة مع بعض هي اللي هتحدد إذا تعدلوا حيبا فيه قرعة عشان تحسم القرعة من أول ومن تاني لكن بإذن الله تعالى منتخبنا يكسب ويتأهل كأول للمجموعة لحسبات تخص لقاءات الدور اللي جاية تجنب مواجهة المغرب كأفضل القوى المرشحة لكن إحنا دايما بنقول إذا كنت فعلا جد في المنافسة على البطولة اللي مش هتقابله دلوقتي هتقابله كمان يومين فبالتالي ربما كان الخير البر عاجله لا ما هو البطل هو بطل القطات ها يعني منفعش تقول إنك بطل عشان سكتك كان سهلة ملاش معنى يعني لكن أعتقد إن أودش بكرة كمان الناس كلها مترقبة لأن الراجل عمال كل مباراة دينا مفاجأة هستمر في سلسلة المفاجأات والتجارب ولا هيبتدي يدينا مؤشر كده على المنتخب أو الهيكل الرئيسي من وجهة نظره فالناس مترقبة بقى تشوف بكرة هيعمل إيه هو عموما النهاردة يمكن قفشة ما كملش المران وخرج أثناء التمرين وميستر كارلوس كيروش المدير الفني قال إنه قفشة غير جاهز طبيا بنسبة 100% بينما حمدي فاتح رجع وبقى حالته جيدة وأكل كيروش جاهزية حمدي فاتح للمشاركة قال كيروش في المنتمر الصحفي إن أنا متحمس جدا لمواجهة الجزائر وقال إحنا محترفين وبنلعب جميع مباراةنا كأنها مباراة نهائية هذه المباراة كانت في مرحلة المجموعات سواء كانت في المجموعات أو الأدوار الإقصائية وقال إنه عندنا بعض المشاكل الصغيرة منها قفشة غير جاهز بنسبة 100% مش هنغامر به لكن عندنا عدد كافي من اللعيبة الجاهزة اللي تقدر تقدر المطلوب وقال كيروش نحن نحب كرة القدم ونحب مثل هذه التحديات الكبيرة نتعلم منها ومباراة الجزائر فرصة لإظهار ذلك نتمنى بإذن الله وقال كيروش الضغط لا يمثل لنا أي مشكلة فهو طبيعة أي عمل إن يكون هناك ضغط عليك علينا أن نتعامل معه لأننا محترفون ونحن بنقوم بعملنا على أكمل وجه وننتظر المباراة المهمة عندك تعليق على وجهة نظر كيروش لا خلاص كيروش هم ماشي مع الكرة المصرية بس يستصدمة كل شوي يعمل لك قرار يثير الجدل وبيعدي من المأزق ده لحد الوقت من حيث النتائج وتحقيق الأداب بنجاح ولكن لم يصل إلى قناعة المتابع المصري سواء الجمهور أو الخبراء إلا قليلا يعني فالناس كلها بتفرح بالعناصر الجديدة اللي بيقدمها لكن مش فرحانة لسه وتقدر تقول أيوة كده عندنا منتخب بمن حضر وده اللي قاله كابتن محمد الشرناوي كابتن المنتخب في المؤتمر الصحفي قال إن احنا مجموعة يمكن لأول مرة تلعب ضد الجزائر مع بعضيها لكن قال إن احنا عندنا ثقة في قدراتنا وعندنا ثقة في كل زمائلنا إنهم يقدروا يعدوا لهذه البطولة بالتوفيه وقال إن فيه اتصالات يومية من الكابتن محمد صلاح ومن النيني مع اللعيبة لدعمهم في البطولة ومسندتهم وقال إن الجهاز منذ توليه بيحاول يفرض على التيم فكرة وروح العيلة الوحدة قال الشرناوي إنه سعيد بهذه الأجواء داخل الفريق وبيقول مصر والجزائر أشقاء الحزاسية تتواجد دايما وأبدا في المباريات لكن هناك نوع من الاحترام للمنافس والتأدير الكبير له قال الشرناوي كبير أنا أتمنى إن ما توصلنيش ولا كورة في مطش الجزائر طبعا لأن ده حيدل على إنه فرقتنا متماسكة وضغطة كويس هو في حاجة تخص المنتخب في البطولة دي يعني كان فيه اقتراح ما نلعب بالمتخب الولومبي أو متخب المحليين طب أم الله إحنا بنلعب بمين؟ ما هو مزيج بين الولومبي والمحليين أنت ما عندكش محتري في الخارج إلا حجازي عندك حد تاني؟ لا الموجود معك حجازي فقط فقط من الدور السعودي فأنت تقريبا بتلعب بمنتخب المحليين ولكن ربما يكون مقصودة أنه ما يتقالش كلمة منتخب المحليين عشان تضي الثقة والإطمئنان لكل العناصر اللي بتلعب ما يحسوش أنهما ساكنت لا أنتوا منتخب مصر صحيح إنما هو وقع الأمر هو منتخبك ينقص محترف الخارج ومحترف بيرامد إذا كنت أعتقدت عن البيرامد أو المصري بيرامد أو المصري فطبعا ممكن يبقى فيها ناصر تانية كنت تخش على هذا المنتخب لكن حتى الآن الفكرة نجحة نجحة كنتائج وأهداف حيث أنها تنجح كاستمتاع وكقناعة نتمنى ده